عسل ماش نحوالكم اليوم جيتكم طريقتي في تحذير قطورو ليبل فراز كما تراو ماشا الله ويجا ياسر مزينا وزيد ياسر ياسر بنينا متأكدة كمش تجربها بشتشيخ عليها عاللخر طريقة التحذير متاحها كما العادة وكما عودتكم اسهل منها مفماش تحذر في سع في سع ومتخذش برشا وقت وحتى المكونات زادة بسيطة نوعا ما تابعوني للخر باش نواريكم طريقة التحذير واكيد كان عجبكم الفيديو نستنى تسجيعاتكم ولي ريتور متاعكم اول حاجة بسم الله بش نبدأ نخدم الجنواز بسكوي اللي بش نعم بها الرولي متاعي هونية في صحفة حتيت اربع عظمات متوسطين الحجم ويلزمهم يكونوا على درجة حرارة الغرفة يعني نخرجوهم قبل بوقت من الفرجداء ضفت عليهم قرسم تعملح واحدة ساشي فانيليا وبش نكمل انضيف كيمية السكر بالنسبة للسكر حتيت عشرة مغارف مليانين يعني المغارفة يزمها تكون مكومة والمقادير مضبوطة اكتبته لكم في اول الفيديو هونية توخذت المضرب الكهربائي وبش نطلع السكر والعظم امليح مليح لين تحصلوا على قوام يزم يكون كريمي وابيض اللون حاجة مهمة راهو الخليط يزمنا نطلعوه مليح مليح اقل حاجة نبقى ونركض فيها عشرة دقايق هذية دجاء الخليط اللي تحصلت عليه بعد ما بقيت هكي نطلع فيه طو في الاخر بش نكمل انضيف كمية الزيت بالنسبة للزيت حطيت خمسة مغارف مليانين تع زيت نباتي حاجة مهمة زيدي نستعمل زيت نباتي ما نستعملوش زيت زيتونة هونية تو بعد ما كملت خلطت كل شي في بعضو والخليط هذية حبيت انواريكم التكستير متاعو كيفاش حاجة مهمة برشا نتحصلو عالقوام اللي بشتراوه سينوارهو الروسات متا نشحو الكومش تو بش ناخو صفاية وبش نحط كمية الفارينة بنسبة للفارينة حاجة مهمة نغرب لها والكل في الكل حطيت تسعة مغارف مكومين كيما ريتوا المغارفة يزيمها تكون مكومة وكان عندكم ميزان دجاء اكتبت لكم كيما قلت لكم المقادير مضبوطة ضفت عليهم تو نصف ساشاء خمير التمورة التابات غربلت الفارينة وبش نبدأ ندخلها بالطريقة هذي بسباتيول كيما قاعدين تراو اندخلو الخليط بالطريقة هذي من فوق للوطة بسباتيول اندخلو الفارينة امليح مليح لين كل شي يتمازج ونتحصلو على خليط متمازج وكل شي يدخل في بعضو وهذا يا دجاء الخليط اللي تحصلت عليه كيما تراو القوامتاعو كيفاش ميلزموش يكون جاري برشا وميلزموش زادة يكون شاد روحو برشا طو بش ناخو البلاتو امتاع الفور الكبر متاعو 40 على 40 حطيت فيه بابيكويسان حاجة مهمة نستعملو ورقة الطبخ وبش نصب الخليط متاعي بالطريقة هذي ونحله على كبر اطباق وفي نفس الوقت دجاء نكون صخنة الفور متاعي على درجة حرارة 180 بش ندخلو يتيب بين 10 و 12 دقيقة ماكسيموم انتو ما بينسير حسب الفور متاعكم وعينكم وميزانكم وبالنسبة للفور متاعي ديما انشعلو من الفوق ومن اللوطة وتو في الوقت اللي يجي نوازمتاعي قعدة طيب بش ناخو كسارونا حاطيت فيهة 300 جرام امتاع فريز قصيت وقطع صغيرات كيمترا وكما نضفت عليهم كاس كبير امتاع ماه وبش نكمل نضيف عليهم غرفة كبيرة متاع السكر بش نخلطكم شايفي بعضه ونشعل عليها على نار هادية اكيد ونخليوه يتيب 10 دقيقة كاكا لين الفريز يسيب اللو الكولير متاعه واللون يولي يعني مستحمرو شوية واخر حاجة بش نكمل نحضر الكريم اللي بش نحطها في وسط الرولي متاعي وان هي في صحفة حطيت 250 مليلتر متاع كريم ليكيد يلزمها تكون باردة بينسير ان بردها امليح مليح قبل ما نختموا بها بالنسبة للناس اللي تعيشوا في تونس تستعملوا الكريم ليكيد امتاع ديليز كما قاعدين نشوفوا التصويرها هابية دجا اخذت الباتور ونقعت نخدم فيها امليح مليح انطلعها لان تحصلوا على قوام يزم يكون شاد روحه وتولي يعني قوامها كريمي طيب بش نكمل انضيف عليها كعبة ياغورت جو وفراز بينسير بش يبدأ مطعمها ياسر بنين اندخل الياغورتة هذيكا في الكريم ليكيد وتجينا ابن كريمة تنجمو تجربها ياسر بياسر بنينة جربها وتفكروني وهذه دجا الكريم فينال اللي تحصلت عليها كما تروا ماشاء الله قوامها يعمل الكيف بش نحطها على جنب وبش ناخو طيب الفراز اللي سبقوا حضرتوا معاكم خليتوا بالضبط 10 دقائق يتيب طيب بش نصفي حاجة مهمة انصفيوه على خاطر حاجتي بسيرو هذيكا بش نسقي بيه الجنواز اللي بش نحضرها هوني يا تو الفراز هذيكا بينسيري زيبنا بردوه بعد ما خليتوا بردو شوية بش نحطو في وسط الخليط وهي كيكا تولي كريمة تعمل الكيف يعطاها جو ناتيوريل عالاخر وتجي زيدة ياسر ياسر بنينة طيب الكريمة بتاعي حاضرة سيبون السيرو زيدة حاضر والجنواز زيدة حاضرة ما شاء الله جات جنواز تعمل 66 كيف ناشحة 100% خليتها تبرد هكاية شوية وبعد ما بردتها مليح مليح بش نحاها بسياسة هكين سيساهم البابي يكويسان بتاعها وحاجة ما ضروريا استعملوا بابي يكويسان اخرى تكون هكاية نظيفة بش بعد اتعاوني بش الرولي بها الرولي متاعي هوني كيما تراو زيدة السيرو بعد ما بردو بينسير كل شاي زمن بردو هكيكا باش تنشحنا العملية وتجينا جاتو ناشحة 100% سقيت بها الجنواز هذيكا مش لازم يعني تستعملوه الكل حتى كامقالكم شوية مش مشكل باش يعني مجيكم شايز ركاي شاربة السيرو والكل وتفزدلكم وكامل زيدة حاتيت الكريمة كيما تراو هكاية في الوسط بنسبة لي ايني الكريمة استعملتها الكل في الكل على خاطر ديجا كيما تراو ما شالله الجنواز يعني كبير وانتم ما بينصير حسب يعني البلاتو اللي بش تستعملوه بالمستحسن تستعملو كيما قلت لكم البلاتو متاعكم يكون 40 على 40 طو بش نبدأ الرولي فيها كيما تراو ما شالله بشوية بشوية نتابعها هكاية بدينا وكان حساها هكاية بش تتكسر ولا حاجة ديما انعاونو بالبابي ايكويسان وإلا منديلها نظيفة كان ما عندكم مش طو هكاية بعد ما كملت روليتها باش ننزل عليها نحاول انسمحها امليح امليح وطول طول بش ندخلها للكونجولاتور اقل حاجة نخليها سوعتين من زمان اتشد راحة وهذه القطو متاعي بعد ما خرجتها من الفريقو كيما تراو ما شالله شد تروحها على الاخر حسيلي قولت حاضرة هكاية ما شالله حوجة مرتوبة تعمل 66 كيف بينصير بش تبدأ هكاية حوجة مسامحة وكل ان حيولها لجنيب متاحها ما نش بش لوحوهم بينصير بش ناكلوهم اما هكاية بش نقدمها خاصة هكاية بش تقدمها لبيافكم وإلا لقية العشية بصراحة بنا 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 ما نحكي لكم مش كملت هكاية اعطيتها لمسة مزيانة رشت عليها رشة متاع السكر محور وكيما ديما نقول لكم بالنسبة للزينة زينو كيما تحبوا وتشتهاو حبيتها كاية زيدا ان زينها طلعت شوية كريمليكي دا كاية وحدها وزينتها من الفوق بالبانة وكملت زيدا عطيتها لمسة مزيانة بالفراز حسيلو حواجة ياسر مزيانة مضخمة على اللخر مرتوبة برشة وزيدة ياسر ياسر بنينة متأكدة كمش تجربها وتاخدوا بالنصائح الكل اديكم ابن روليت نجمو تجربها خير من بتاع اللي باتسيري بألف م وتاو ما بقالي كنقلكم بسليما ان شاء الله يارب تكون عجبتكم وصفتي لليوم وتجربها اكيد وكيما العادة والعوايد اللي جربت الرسات متاعي نستنى ليروتور متاعكم على الفاش انستجرام بسليما واستنقوني اكيد وبقدرة ربي في وصفة جديدة وفي فيديو جديد